طرأ تحسن على حجم السيولة المتداولة اليوم في بورصة عمان في حين استقر المؤشر العام لأسعار الأسهم وأبهرت مؤشرات جلسة اليوم أن الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم أغلق عند 2077 نقطة وحجم التداول الإجمالي بلغ حوالي 9 ملايين و 200 ألف دينار وعدد الأسهم المتداولة 7 ملايين و 400 ألف سهم نفذت من خلال 3211 عقدا أما على المستوى القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 35% وقطاع الخدمات بنسبة 18% في حين ارتفع لقطاع الصناعة بنسبة 27% أما حجم التداول فقد بلغت مساهمة القطاع المالي 50% تقريبا والخدمات بنسبة 28% تقريبا في حين ساهم قطاع الصناعة بنسبة 21.89% أما الشركات الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي دار الغذاء بنسبة 5% والبطاقات العالمية بنسبة 74.76% أما الأكثر انخفاضا فهي العربية لصناعة الألمنيوم أرال بنسبة 55.56% والموارد الصناعية الأردنية بنسبة 55.56% اشتركوا في القناة